اهلا بكم في مال واعمال انا دينا سالم احتلت مصر المركز الثاني والثمانين من بين 165 دولة مصنفة لمؤشر التنمية المستدامة لعام 2021 كما حصلت على درجة 68.6% وهو ما يفوق المتوسط الاقليمي عند 67.1 درجة وذلك رغم التحديات التي شهدتها مصر والعالم جراء تداعيات كورونا والتي ادت بدورها لتراجع تصنيف عدد من الدول الاخرى كيف نجحت مصر اذا في المحافظة على ترتيبها في مؤشر التنمية وهل ستوصل هذا المسار؟ هذا ما سنترحه ونناقشه مع ضيفي الليلة الدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم أهلا وسهلا يا دكتور بداية نحب نعرف المشاهدين بمؤشر التنمية المستدامة ما هو وماذا يا قيس؟ نعم يا فندم هو كلمة مؤشر في حديثاتها بتعني هو درجة كمية معينة بتعبل عن وضع اجتماعي معين قلتي درجة كمية رقم معين زي الحديث ما تفضلتي من شوية قلتي المتوسط الإقليمي لمؤشر التنمية المستدامة كان 67.1% النهاردة بنتكلم عن 68.7% ده اللي ده حققته مصر خلال هذا العام كلمة 67.1% ده مؤشر هو الدرجة الكمية التي عندها يتحقق في المستوى المتوسط أكثر منها يبقى عالي أقل منها يبقى متدني ده كلمة مؤشر يبقى هو رقم أو درجة كمية معينة بتعبر عن وضع اقتصادي ووضع اجتماعي ووضع بيئي معين أقل منه بيبقى مشكلة أكثر منه بيبقى فيه تحسن وده اللي حصل مع مصر الآن أنها تفوقت على المتوسط الإقليمي يعني بحوالي 1.6% وده تقدم كبير جدا في ظهر جائحة كورونا طيب دكتور صلاح ما هي المعايير التي نقيص على أساسها التطور أو النجاح في هذا المؤشر؟ احنا طبعا ندينى مؤشرات احنا نتكلم عن 13 هدف للتنمية المستدامة بنقول أن مصر قدرت تحقق مستوى كبير جدا وعالي أو تفرق غير مسبوقة في أربع مؤشرات أساسية منها مؤشر التعليم الجيد ومؤشر البيئة ومؤشر التحسن البيئي ومؤشر العمل المناخي أو بيئة العمل المناخية كلمة كل واحد من المؤشرات دي بيبقى ليه مجموعة بكيسو مثلا مؤشر التعليم أنا بقيسو بمعدل التحق الأطفال بالتعليم الأساسي في ظهر جائحة كورونا هل الأطفال بيتسربوا من التعليم ولا بيلتحقوا بالمدرسة رغم هذه الجائحة الموجودة هل الطلاب استمروا وأنهوا المرحلة الإعدادية بالكامل ولحصل تعصرات اللي في بعض الدول توقفت المدارس وغلقت المدارس بالكامل وبالتالي تم إرجاء العام الدراسي للسنوات أخرى وده طبعا عطل مسيرة حياتهم الحصل أن مصر لأ رغم هذه الجائحة قدرت أنه تعتمد على التعليم الهاجين طارة والتعليم عن بعض الطارة أخرى وكانت البنية التحتية لمؤسسات التعليم المصرية شبه مجهزة أنها تتعامل مع هذه الجائحة لأن الأولاد قاعدوا في البيوت كان فيه بلاد فورمز أو منصات إلكترونية بيبسم خلالها الدروس بالنسبة للأطفال بيؤدي بوجه بطريقة معينة حتى الانتحان كان بيتم أولاين أو عن بوت وده طبعا حدث مؤشر اعتبروه مؤشر يعني جيد المياه النظيفة طبعا في ظل مبادرة حياة كريمة المرحلة التحضرية لحياة كريمة مصر تبنت استراتيجية قومية للصرف الصحي وتوصيل مياه الشرب النقية الوقت بنتكلم عن أن مصر قدرت تمدي الشبكات لأعديد من الشبكات المياه لأكثر لعدد كبير من القرى كان عندنا عجز 40% من القرى ما فيهاش مياه الشرب النقية الوقت بنواجه عندنا 80% ما فيه الصرف الصحي مع حياة كريمة في استراتيجية قومية كبرى وغير مسبوقة على مستوى العالم وحتى على مستوى التاريخ المصري أننا هغطي شبكة الصرف الصحي لكل القرى المصرية ومياه الشرب النقية أو النظيفة يتمتد إلى كافة القرى والنجوع والعزب المصرية أيضا حققنا تقدما في الهدف التاسع الخاص بالصناعة والابتكار والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي لتعطينا تفاصيل ما تحقق في هذين المجالين في مؤشرات دولية مؤشر الابتكار ده والابداع ده في مؤشرات طبعا وفي مؤسسات بتقليص هذا الموضوع أنا بسجل كام منتج ابداعي أو ابتكاري في هذا العالم كام براءة اختراع بيتم تسجيلها طبعا مصر تملك استراتيجية قومية لأزكاء الاصطناعي واستراتيجية قومية لتنمية وتطوير الابتكار والابداع واستراتيجية أيضا قومية لإكتشاف الموهبين وتنمية موايبهم وبالتالي هذه الاستراتيجيات كانت بمثابة مرصد أو مرصد بيستكشف المبتكرين والمبدئين وبالتالي بيقدم له كافة التشجيع وكافة المنح الموجهة لهم شفنا المجلس الأعلى للثقافة إزاي بيدي جوائز واستحدث جائزة جديدة للطفل المصري المبتكر وده جائزة جديدة فريدة من نوحة في التاريخ المصري وفريدة أيضا على مستوى كثير جدا من الدول شفنا أكاديمية البحث العلمي وهي إزاي بتشجع وبتدي بحوث بتدي جوائز كبرى بالنسبة للمبتكرين والمبدئين على مستوى العالم وبالنسبة للنشر الدولي شفنا الجامعات الآن إزاي بتقدر تعمل الكلام ده بتقدر تشجع وتعمل مراكز الابتكار والإبداع داخل الجامعات المصرية وداخل حتى أنديات الشباب ومراكز الشباب في مراكز دي بترصد وبتكتشف وتنمي هذه المواهب وقدرت مصر تحصل على جوائز كبيرة والفرق المصرية في مختلف التخصصات بدأت إنها تسجل وشفنا المصريين خلال هذا العام في أكثر من رمز مصري بدأ يظهر على الساحب الابتشافات الدولية غير مسبوك إذا انتقلنا للعمل المناخي التقرير أكد تحصن الوضع المصري في مؤشرين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ما هي الخطوات التي اتخذتها الدولة للحد من هذه الانبعاثات ويبقى هذا هدفا عالميا طبعا مصر لعبة الدول كبير جدا في هذه الظاهرة زر التغاول المناخي بسبب الاحتباس الحراري احتباس الحراري يعني فيه معدل انبعاث لثاني أكسيد الكربون ده يؤدي إلى انتشار الكثير من الأمراض مصر طبعا تمنت استراتيجية أيضا قومية لمواجهة التغيرات المناخية منها استبدال اللمبات العادية الوقود الاعتباد على الطاقة الشمسية أو بديل للطاقة الكهربائية أو الحفورية اعتمدنا دوقتي شفنا بعد إنشاء محطة بنبان بعد توليد الطاقة عن طريق المياه في أسيوت وشفنا عن طريق توليد الكرباء عن طريق الرياح في العاصمة الإدارية الجديدة هناك أكثر من طريقة لأتماد على الطاقة البديلة ده فيه توجه دولة بدأت العربيات توجه من السيادة الرئيس بأن كل عربيات يتم تحولها أكثر من 15 مليون سيارة ركاب يتم تحولها للعمل من البنزين إلى الغاز الطبيعي ده توجه دلوقتي وتقديم كل التسهيلات وقدم الدعم المادي يعني قرض بدون أي فوايد لدعم تحول العربيات من البنزين إلى الغاز الطبيعي تشجيع إنشاء محطات الطاقة الشمسية على الأسطح المنازل وبيوت معظم من مؤسسات الدولة تم تعمل الآن بالطاقة الشمسية كبديل الطاقة الكهربائية ده قدر يقلل مع طبعا زراعة الأشجار نتكلم عن مليون نصف الدان زراعة الشوارع بالأشجار والنخيل ده كله طبعا بينتصر نكسير الكربون وبالتالي مصر خلال ترتيب كويس عن نصف العالم سريعا مصر تحتلل مرتبة السادسة وثلاثين في مؤشر تأثير الامتداد العالمي ما معناها؟ التأثير الامتداد العالمي بيئيس مدى تأثير السياسات المحلية لدولة معينة على سلبا أو إجابة على دول الجوار هل مصر لديها مشكلات قدرت تصدر مشكلة لدول الجوار ولا مصر دولة آمنة وتحق العدالة الاجتماعية وتؤمن بالسلم الاجتماعي مصر طبعا بتتأثر بشكل سلبي بالجرام لكن مصر من 2019 حتى الآن في حرامة السلام في منطقة سواء على أفريقيا أو شمال أفريقيا وحتى في منطقة العربية قدرت أنها تحقف إنجازات عديدة سواء شفنا في وقف إطلاق النار ما بين إسرائيل وغزة شفنا ما حدث من استقرار في ليبيا شفنا ما حدث في السودان شفنا ما حدث في سوريا وكان مصر هي اللعب الأساسي في كل هذه المعارك التي تحقق نجاح دكتور صلاح هشم أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا مشاهدين الكرام ونتحول إلى تونس لمتابعة آخر المستجدات هناك مع مراسلتنا درة مختار مساء الخير درة ونحب أن نتعرف على الجديد لديك سواء في الشارع أو فيما يتعلق بالقرارات على مستوى الدولة مساء الخير طبعا في انتظار ويزال يجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد بأعضاء المجلس للجيوش وقيادات أمنية عليا وكل الشارع التونسي تقريبا يترقب ما سيخرج به هذا الاجتماع من قرارات أو تقريبا إعلانات سيعلن عنها خاصة فيما يتعلق باسم رئيس الحكومة الجديدة والذي هو مهم تقريبا لكل التونسيين طبعا لرسم طريق جديد لإدارة شؤون البلاد ووجه سياسي جديد لازال الكل كما قلت يترقب إن كان رئيس الجمهورية سيختار أو يعين رئيس الحكومة طبعا حسب شخصية أمنية أو كفاءة من الكفاءات الأمنية أو المؤسسة العسكرية أو ممكن سيختار اسم يتعلق بالاقتصاد خاصة أو يتركز على ألفات الأمنية وتعيش في حالة اقتصادية صعبة بعد الظروف التي مرت بها على مدار الفترة الأخيرة طبعا نعتذر لهذا الصوت طبعا طبعا سيكون الاختيار أو يتركز بالأساس على شخصية ذات كفاءة بعيدة عن كل التوجهات السياسية دا المنتظر أكيد والأزمات السياسية التي حصلت في الأخير طبعا هناك على الرغم من هذا الترقب طبعا للتعينات والقرارات هنا أمام البرلمان التونسي كالعادة أو منذ 48 ساعة بعد القرارات التي اتخذت في الحظر الجولان أو التجول خاصة بعد نصف ساعة ينطلق حظر الجولان هناك انتشار تام لقوات الجيش والشرطة بالتعاون مع بعض طبعا لتسيير الأمور وتسيير القرارات التي اتخذت على جانب آخر أريد أن أتطرق إلى المنظومة الصحية بشقيها المدني والعسكري التي تعمل من المفروض بشكل طبيعي إلا أن أخبار الكورونا في هذه الأيام تأخرت ونزلت في ترتيب اهتمات الشارع خاصة بعد القرارات التي اتخذت والثورة التي حصلت والشعلة في الشارع التونسي بسبب القرارات المفرحة تقريبا للشارع التونسي هناك دعوات للاتفاف قليلا إلى المنظومة الصحية ينتظرون الكل من الرئيس قيس سعيد بعد هذه الجلسة الالتفاف على الجانب الصحي من ستكون في الحكومة من يترأس الحكومة كل هذا منتظر طبعا ممكن سيعلن في الساعات القادمة ممكن في الدقاءة القادمة عموما الشارع ككل في حالة طبيعية خاصة اليوم تقريبا المواطنين في حالة طبيعية وحياة عادية رجعت كما كانت الأمن مستتب في كل الأماكن هناك تطبيق ملحوظ لكل المواطنين للقانون وللحظر التجول الذي سيكون بعد نصف ساعة بداية مساعة سابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا ننتظر كما قلت هناك قرارات طبعا يوم أمس كان يوم حافل من الأعفاءات في الحكومة وأسامية عدة كانت أعفت من مناصبها طبعا ننتظر كل جديد معكم طبعا شكرا جزيلا لك يا زميلة دورا مختار من تونس وسنتابع معك في تغطياتنا المباشرة بكل تأكيد نتوقف الآن مع فصل قصير ونعود إليكم سعادة لحظة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر